قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار هذه أهم عنوين أخباري اليوم إشادة تاريخية من نجم الكرة الإنجليزية بشأن المغربي سوفيان عمرابت عمالقة أندية العالم يدخلون بقوة سباق التعاقد مع سوفيان رحيمي والآن إلى التفاصيل لكن من قبل ما تنساش تشارك بالقناة تفعل زر الجرس باش توصلك انتلول آخر الأخبار أشاد أسطورة مونشستر يونايتد والدولية الإنجليزية السابقة بول سكولز أشاد بأداء المغربي سوفيان عمرابت مؤكدا على قتاليته الكبيرة في مباراة نهاية كأس إنجلترا أمام بطل الدولية الإنجليزية الممتازة للموسم الجاري مونشستر سيتي وبعد نهاية المباراة التي انتهت بفوز مونشستر يونايتد وتتويجه بلقب الكأس عبر سكولز عن إعجابه بأمرابة في تصريح له قائلا أمرابة كان النقطة المضيئة في وسط ملعب اليونايتد لقد قاتل ودفع بشكل كبير وكان يقوم بتغطية دفاعية صارمة أداء أمرابة الدفاعية يشبه الإيطالي جينارو جاتوزو إنه مقاتل جيد وتأتي هذه الإشادة من أحد أعظم لاعبي مونشستر يونايتد عبر التاريخ لتعكس الأداء الرائع الذي قدمه سفيا أمرابة في المباراة النهائية إذ يعتبر أمرابة من اللاعبين الذين يجمعون بين القوة البدنية والقدرة التكتيكية وهو مجعله يؤدي دورا مهما في خط وسط فريقه وفي المباراة تميز أمرابة بقدرته على قطع الكرات وتضييق المساحات أمام لاعبي مونشستر سيتي مما حد من خطورتهم بشكل كبير كما أظهر مستوى عالي من الالتزام والاندباط التكتيكية وهو ما يعكس التدريبات والتحضيرات المكثفة التي خضع لها مع الفريق ولا يعتبر أمرابة مجرد لاعب يتمتع بمهارات دفاعية فقط بل يمتاز أيضا بقدرته على بناء الهجمات من الخلف مما يطفي تنوعا على أدائه في الملعب وقد كان لأدائه هذا تأثير كبير على تحقيق فريقه للاقب كأس إنجلترا مما يعزز مكانته كلاعب مهم في تشكيلة مونشستر يونيتد وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشيل فيها خبراء الكرة بأداء أمرابة فقد سبق له أن نال إشادات متعددة خلال مسيرته الكروية في الدورية الأوروبية المختلفة ومع هذا الأداء الباهر في نهاية الكأس يبدو أن أمرابة يثبت مرة أخرى أنه من بين أفضل اللاعبين في مركزها مما يجعله أحد الأعمدة الأساسية في فريقه وختاما يبدو أن سوفيان أمرابة بمستواه الحالي وإمكانياته الكبيرة سيكون له مستقبل مشرق مع منشستر يونيتد خصوصا إذا مستمر في تقديم نفس الأداء القتالي وتكتكية في المباراة القادمة يبدو أن الهداف الجديدة التي سجلها القناص الدولي والمغربي سوفيان رحيمي مع نادي العين الإماراتية في نهاي دور أبطالياسيا ستكون ذو قيمة كبيرة خاصة قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وستزيد من رغبة العديد من الأندية في التعاقد معها عند فتح باب المركاد فرحيمي اللاعب الدولي المغربي المميز يقف حاليا أمام الثلاثة خيارات رئيسية لمستقبله الكروية إما البقاء مع نادي العين الإماراتية أو الانتقال إلى نادي اتحاد جد السعودي لخلافة المهاجم عبد رزق حمد الله أو التوجه إلى النادي الأهلي المصرية حيث يبدو أن حمد الله قريب جدا من مغادرة الفريق السعودية مما يعزز فرص رحيمي في الانتقال إلى اتحاد جد ورغم هذه الخيارات المغرية أعرب سوفيان رحيمي عن رفضه لعرض أولي تقدم به نادي الأهل المصرية ففي تصريحاته أوضح رحيمي أطمح إلى تطوير مهاراتي واللاعب في أرقى البطولات العالمية وأتمنى أيضا أن نشارك مع العين في البطولات الكبرى المقبلة وأظهر رحيمي التزاما كبيرا مع نادي العين مؤكدا رغبته في مواصلة مشواره مع الفريق الإماراتي والمساهمة في تحقيق المزيد من النجاحات وفي الوقت نفسها لا يغلق الباب أمام الفرص الأخرى التي قد تكون خطوة للأمام في مسيرته المئنية ومن ناحية أخرى تقدر إدارة نادي العين بشكل كبير إسهامات رحيمي حيث يعتبر من الركائز الأساسية للفريق وأبدأت الإدارة استعدادها لتقديم عقد محسن لللاعب بأدف إقناعه بالبقاء مع الفريق كما تتابع الإدارة عن كثابة طورات في مسيرة اللعب وتحرص على توفير كل ما يلسم لدمان استمراره مع العين وبالإضافة إلى ذلك يتمتع رحيمي بشعبية كبيرة بين جماهير نادي العين الذين يرون فيه لاعبا مميزا يستحق البقاء في صفوف الفريق فالجماهير أيضا تعبر عن دعمها المستمر لللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المباراة وعلى الجانب الآخر يعد تحاد جدا ناديا ذو تاريخ عريق وطموحات كبيرة في التوري السعودية وقد تكون فرصة الاندمام إليها تجربة جديدة ومثيرة بالنسبة لرحيمي كما أن الأهل المصري بصفة أحد أكبر الأندية في إفريقيا يقدم تحديا آخر لللاعب المغربية الذي يسعى دائما للتميز وفي الختام يظل مستقبل سوفيان رحيمي مفتوحا على جميع الاهتمالات وكل قرار يتخذه سيكون له تأثير كبير على مسيرته الكروية والأندية المهتمة تتابع عن كثاب كل خطوة يقوم بها والجماهير تنتظر بفارغ الصبر لمعرفة الوجهة المقبلة لهذا النجم المغربي الموهوب قدم جوسيب جوارديولا مدرب مونشستر سيتي قدم تفسيرات حول الأسباب التي أدت إلى خسارة فريقه بنتيجة 2-1 أمام مونشستر يوناتد في نهاية كاس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وأوضح خلال مؤتمر الصحفي بعد المباراة حيث بدأ بتوجيه التهاني للفريق المنافس على الفوز باللقب مؤترفا بأن الخطة التي اعتمدها لم تكن الأنسبة لهذه المواجهة وشار جوارديولا أن فريقها قدم أداء أقوى وأكثر تمسكا في الشوت الثاني بعد أن وجد نفسه متأخرا بنتيجة 2-0 مما دفع اللاعبين للعب بشكل أكثر حرية لأنهم لم يكنوا يملكون ما يخسرونها ولفت إلى أن المباراة كانت متقاربة لداء حيث تمكن مونشستر يوناتد من تسجيل الهدف الأول وتعزيز تقدمه بالهدف الثاني من خلال هجمة مرتدة سريعة مما وضع فريقه تحت ضغط كبير وأضاف المدرب أنه رغم محاولات فريقه لخلق الفرص في الشوت الثاني إلا أن الأمور لم تكن سهلة بسبب الدفاع المحكم والرقابة الشديدة من جانب الخصم وبينما أكد أن فريقه استطاع خلق بعض الفرص فإن التسجيل جاء متأخرا جدا في المباراة وعرب جوارديولا عن إحباطه الشديد من الخسارة مؤكدا أنه أعمر محتمل في كرة القدم خاصة في المباراة النهائية وذكر أن فريقه قدم موسما ممتازا تنفس فيه على جميع القاب وسيأخذ اللاعبون قسطا من الرحى قبل الاستعداد للموسم القادم وفي تعليقه على أرك تنهاج مدرب مونشستر يوناتد وصف جوارديولا نظره بالمدرب المميز والشخص الرائع مشيرا إلى أن قرارا يائي بشأن مستقبلها يعود لإدارة النادي وختم تصريحاته بالإشارة لأهمية فوز مونشستر يوناتد بكأس الاتحاد الأنجلسي ممثلة لأهمية اللقاب بالنسبة لمونشستر سيتي في الموسم الماضي لأخير الأخبار